السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع ان شاء الله نكمل معاكم موضوع دوكر كومبوز ودوكر كومبوز. احنا اكلمنا باستفادة عن الموضوع ده في الحلقة السابقة. ان ده بيجمع مجموعة السيرفيز بتاعتك. وده مور انا ضفت بس حاجة هنا بسيطة اللي هو الموجو كلينت. ده من خلاله بتقدر تعمل كونكتة على الابليكيشن او اللي هو الكنتينر اللي اللي خاص بالمونجو. تمام? وده بتاعتها. طيب دي بتعمل ايه بالزبط? حاجة زي اللي من خلالها بنقدر نعمل كونكتة على السيرفر. تمام? هي ده نفس الكلام. ده اللي من خلالها بنقدر نعمل كونكتة على السيرفر اللي هو الخاص بالكاتلوب دي بي او المونجو. ده الداتابيس. انا جيت لو جيت عملتي دلوقتي بتاعنا. هتلاقي ان بتاعك قايم على الاربع تلاف. وفعلا ده حقيقة. انه وفتحنا هتلاقي ان الكنيكشن هنا. انا اسف. البرت هنا على الاربع تلاف. هنا. اربع تلاف. حلو? طيب. انا عايز دلوقتي اعمل ايه? عايز عندك اميجز. اه في اميجز. طب خلينا نمسح اول حاجة الكنتينر. عن طريق الدوكر يامل. اه الدوكر كوماند. اللي هو الدوكر ار ام. وهنا دوكر بي اس اي اي. ليش كيف? اوكي. يقول لك نمسحه عن طريق انه هو فورس دليت اوكي. ونفس الكلام نفس الكماند ده هنعمله على الدوكر اميجز. ولكن خلي هنا في اي. نمسح. تمام. مسح الدنيا كلها دلوقتي ولو قلنا دوكر بي اس اي. ودوكر اميجز. انا عايز اشتغل على الاتنين. الدوكر كومبوز ودوكر كومبوز. انا حاجة اقول له والله انت عندك دلوقتي في حاجة اسمها دوكر كومبوز. انت تتعامل على ملفين. واحد اسمه دوكر. خلينا هنا كده. خلناه. تمام? وعملنا كده. تمام? وعلى فكرة انت ممكن يساعدك. يعني انت لو عملت. خلنا بس سنسينا داش اف هنا. لو عملت داش اف. والتلوط دوت سلاش. التاب. التاب تساعدك. اخي ببالك. طيب انت عايز تعمل ايه? عايز تعمل اوب. ليه? ان انت تعمل السيرفز اشتغل. فهو دلوقتي هيبدأ يعمل عملية البولنج بتاعنا. وينزلها. تمام? هيبدأ نزل المونجو يسحبها من الدوكر هاب. ويبدأ ينزل المكتبة او الامج برضو انا اسف الامج الخاصة بمونجو كلينت. تمام? ويقدر وبعد كده يعملها على كونتينر. والتاني يعملها على كونتينر. والكاتلوط ايه بقى عايز يعملها على كونتينر. تمام? خلينا نشوف كده الوضع ايه? وصلي فين? واحظ دلوقتي ان انت لو شغلت اللوقة الخصة تمان تلاف. اللي هو انا كنت بشغالي وده اصلا. فهو مش شغال. يعني بالنسبة لك هو دلوقتي مش شايف التمان تلاف. اللي هو ايه التمان تلاف? اللي احنا كنا قلبينا في الدوكر الكمبوز هنا. ان انت هتقوم السيرفز بتاعتك على التمان تلاف. فهو مش شايف. لسه مش شايف. ليه? لانه اصلا هو لسه مخلص العملية بتاعت روارشل. بدأ دلوقتي ان هو خلص العملية فعلا وكل حاجة ساكسس. خلينا نعمل مزبوط. كده ازبطت معنا. طيب لو انا عايز اقومها لوكل. عندنا كلوكل ماشين. مش على دوكر كومبوز او دوكر ريامل. هنا الاربع تلاف ده لوكل عند. هما الاتنين لوكل هسطة تلاف. دعا باستخدام الدوكر اا كومبوز اللي هي الكنتينر. طلعي على التمان تلاف. فتحنا البوست ما انا عايزين نعمل تستة على بتاعنا. مجهز لكم هنا الاسواجر. كاتلوك تامان تلاف. والله انا عايز اعمل دلوقتي. طبعا انا ماشي بنفس الاسطاندر بتاع ميكروسوفت وشرحنا بالتفصيل ان ازاي نمشي بالحاجات دي. انا دلوقتي هعمل نفس الكلام ده. خلينا نقول تمانين تسعين. وهنا اسمه محمد السخيات. حلو اوي? حلو. انا دلوقتي عملت اا البرودكت ده وحابب ان انا اعمل سنة. طبعا دي انا جايب اصلا من الجد. انا جيت بروودكت لو عملت اا الريز بونس دلوقتي اللي هيزهر لك. لو عايز اعمل تست فعلا جبت التست اهو. فبالفعل انا اواخد واحدة من دي كده. خلينا ناخد واحدة. نحطها هنا كده. حلو كده. خلينا ناخد واحدة نحطها كده. ونغير بس في اف ستة دي ولا او جي خمسة. حلو? نفس البيانات. وخلينا نغير في دي كمان نكتبها ام السخاوي. تمام? علشان نقول ان انداتها دي تكون سليمة ان هي مبوضة صح. عملت حاجة اسمها سند. فالسند دلوقتي قال لك والله في مشكلة حصلت. خمسة. هو دي اللي كنت انا خايف منه. ان بيحصل مشكلة هنا. تمام? قال لك والله ان انت عندك مشكلة. في الحروف دي. فخلينا نقول ان احنا نغير بس البي دي الاتش. نشوف كده هيتزبط معانا. وهنا الام دوت السخاوي. ونعمل سند. تمام? نفس المشكلة. طيب. خلينا نقول تي واحد. طيب. طب هي كده كانت مزبوطة. خلينا نقول مسلا. نقول كده. تمام? وبقول لك ان ده دبلي كت كي. خلينا بس نغير الرقم الاخير. ده دبلي كت كي. حلو? طب صفر. ففعلا قال لك ان ده فعلا كرييتد. متل واحد كرييتد. وبنانا عالكرييتد احنا كنا شرحنا ان في كرييت بيروح على الجيت باي اي دي. فبيجيب لك البيانات وياردها بك. طيب. عشان كده انا كنت بحاول ان انا جيب اي دي. ما فوش مشاكل. يعني بحاول ان انا غير قيمة واحدة بس. لان الابجيكت تقريبا والله اعلم. تقريبا انا ما سريش تشو الموضوع ده. تقريبا هو عارف ان هنا فيه حروف يعني دي وبعدها كم حرف يعني دي ومن كنت يختلف. ولكن هي قبلها تلات حروف بس. خلينا نقول. خلينا نقول. نسارجش مع بعض عن موضوع اسمه. بيسون اي دي. بيسون اي دي. مونجو دي بي. ديفولت او كرييت اوبجيكت اي دي. خلينا نشوف كده في حاجة بالكرييت او اللاين. فعلا فيه جينيريتور اهو. خلينا نشوف. ايوا. لا هو تقريبا لا مش مختلفة يعني هي بتختلف. خلينا ناخد واحد من دول كده. نحطه هنا كده. ممكن كان فعلا او حاجة يعني. خلينا نجيب واحد جديد. وعملنا كده. فعلا زبط والدنيا تمام. احنا ممكن نعمل هنا المونجو دي بي. ان هو بيكاري جينيريت اي دي. تمام? كده الدنيا تمام معنا. طيب. انا بحاول ان انا اعمل ابديت. فانا هاخد نفس الكلام كده. واحطه عندي في البضي هنا كده. هقول والله بدا ما اسمها محمد او ام السخاوي انا اسميها محمد السعيد السخاوي. وخلي دي وليكن مية. وخلي ده جي بي جي. او خليها باني جي مش مشكلة. وخلي الكلام ده كله اللي هو يسميه حلو? وخلاص. خلينا نشوف الابديت. فعلا قالك اعمل ابديت. خلينا نقول جد بروضكت. فجيب كل البروضكت اللي عندك. فالمفروض ان هيجيب لك دلوقتي محمد السخاوي اخير واحد ضافه. فعلا قالك ايوان دك الموجود فعلا استخولك الموجود اهو. بف زيرو. عشان كده كنا بنضيف اف زيرو يقول لك موجود. تمام? فتقريبا اللي كنا بنضيفهم كانوا موجودين يعني. وف تسعة تمام? طيب خلينا احنا جيبنا واحدة من عم نت. ما زبطت معانا. فبالفعل لقينا موجود الايتم اللي احنا ضيفناه. ونضاف بتاعنا والبرايز بتاعنا والاي دي بتاعنا موجود. طب اللي انا عايز اقول خلاص احنا ممكن ناخد ده كده. وحطه عندنا في نوت بد. حال? والنوت بد ده احنا ممكن بالاي دي ده. بالكاتيجوري ده. نجيب كل البيانات. هي تقريبا جاهزة. لننسرش. هيجيب لك المفروض محمد معانا برضو اخر حاجة محمد السعيد السخاوي. تمام? ولو جيبنا احنا نشارك على ايتم تاني ومكن ناخد ده او تشعمائة وخمسين. فالنفروض النام ده يكون حاجة ايتم يعني ولكن انا سميناها حاجة كده اللي هو يعني تبقى بين الغينة. محمد السعيد السخاوي فعلا. جاب لك الايتم ده باسم محمد السعيد السخاوي. ولو جيبنا بالاي دي. بنانا الاي دي بتاعنا هنا. نجيب بالاي دي. فالمفروض الطبيعي ان هو برضه هيجيب نفس الايتم. تمام? ولو حابب ان احنا نشارك على الايتم تاني وكننا اخد ده او تسعمائة وخمسين. ونحطه هنا كده. هيجيب لك تسعمائة وخمسين معانا. فالدنيا تمام مزغطة وزايد فول. عايز نمسح الايتم ده. خلينا راح نعدلين باي اي دي. ونمسح. هيقول لك ان هي ترو. لو نمسح تاني هيقول لك فولس وان هو ما لقهوش اصلا. فجيت باي احنا كنا جايبينه جيت باي اي دي. الاي دي احنا مسحناه او تسعمائة وخمسين. عملت كده. هيقول لك والله ان هو فالدنيا تمام بالنسبة لنا دلوقتي واحنا شغالين على التمان تلالة. لاحظ ان كل التست اللي احنا شغالين عليها التمان تلالة. فاحنا دلوقتي طلعنا بتاعنا از از دوكر اميج. تمام? لو فتحنا عندنا هنا الابليكيشن على ديسك توب دوكر ديسك توب. ونفتح دوكر ديسك توب دلوقتي وهنشوف الابليكيشن بتاعنا. هنقدر نقول ان هو فعلا تحت المايكرو سيرفيس ابليكيشن. قال لك ان انت والله عندك حاجة اسمها وعندك حاجة اسمها وعندك حاجة اسمها وعندك حاجة اسمها طيب لو ضغط عليه كده هيفتح لك كده. فهو دل اللي انا كنت بتكلم فيه ان انت من خلال وتقدر تعمل وتبدأ تشوف وتقدر تاخد دي كلوكل. تمام? وتبدأ تشتغل عليه. لو خبال حضرتك. تقدر تشتغل هنا وتزهر معاك الداتا وتزبط نيتا. فانت لو حابب ان انت تشتغل عليها اعمل عليها وتبدأ تشتغل بها. ده للعلم بالشيء بس. تمام? تمام. الموضوع كده يكون يعني بنهاية الموضوع اللي انا بتكلم فيه. يكون ان شاء الله كده وبفضل الله الحمد لله يعني انت هنا من اول سيرفيس خاصة بالكاتالوج دوتك ايبا ايز. ان شاء الله ان شاء الله فيهم فجأة بنزلها خلال كامي يوم كده. ان انا هعمل الكنتنت تفصيلي. وهقول هشرح ايه بالزبط. وهنشرح وكل شيء هنشرحه هيبقى بالتفصيل. ازياد من كده كمان ان شاء الله. وهنشرح مش بالكمية. يعني ممكن نقلل عدد الفيديوهات اللي احنا نشتغل بها. تمام? بحيث الناس اللي هي حابة تزاكر ورانا برضو. نكون عندها وقت ان هي تزاكر. فبكده يكون احنا انتهينا من اول سيرفيس اشتغلنا عليها اللي هي الكاتالوج دوت ايبا ايز. ان شاء الله السيرفيس التانية اللي حابب يحضر هتكون عن اي 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 سي بيديو تنكر ايبا اي مع حاجة اسمها الريدس. الريدس ده هو فانت ممكن تبحس عن الموضوع برضو. يعني تاخد عنه فكرة قبل ما نشرحه. وده مشهور جدا ومعظم الشركات بتستخدمه في وان شاء الله هنشرحه بالتفصيل الممل زي ما عملنا مع المونجو وهنفتح وهنشتغل به. وان شاء الله بازن الله هيكون موضوع جميل جدا اللي هو موضوع اشوفكم على خير في حلقة اه قادمة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.